اشتركوا في القناة الاتصال وهو البريد الالكتروني الذي من خلاله سنجيب بقدر امكان على الاسئلة التي سيطرحها السادة المشاهدون نحن حقا نرحم بالشيخ محمد احمد حسن وعموما القرآن الكريم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم والان يعني محتاجين نحن نذكر الناس من جديد بانه فضل القرآن ومدارسة القرآن الكريم واجر من يتلو ومن يتدارس مع اخوانه كتاب الله الكريم ياريت نحن نذكرنا الناس بهذه الافضل شاء الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله يكفينا شرف عن عثمان بن عفار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يبقى خيار الأمة أفضل أمة محمد هما الناس اللي بيهتموا بالقرآن يتعلموا القرآن ويعلموه لغيره وده شرف عظيم لأنه يتعلموا كتاب الله ويعلمه لغيره وعن عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه إن هذا القرآن هو حبل الله المتين الذي يتمسك بالقرآن يتمسك بحبل قوي متين لنجف الدنيا من المهالك وفي الآخر من النافع كيف هو التمسك بهذا الكتاب؟ التمسك بالقرآن هو نحن نتدبر نتعلم القرآن ونعلمه ونقرأه بتجويد وترتيل وبخشوع وخضوع وكمان بفهم لمعانيه أهم حاجة فهم لمعاني القرآن والإمام الزمخشري قال إن قوة الدين وكمال الإيمان لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن مع التدبر والعمل بما فيه وترك نواهيه والعمل بما جاء فيه يبدو قوة الدين وكمال الإيمان لا تحصل للذول إلا بكثرة قراءة القرآن والقرآن أكبر مصدر من مصادر الحسنان ونحن محتاجين لمستقالة زرة من الحسنات ومن القيامة حشان تتخطي في كفة حسناتنا لأنه ربنا تبارك وتعالى قال ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وفي الآية الثانية قال تعالى فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوي عبد الله بن عباس قال في تفسير السورة أي فمن زادت حسناته ولو بحسن واحدة من السعداء الفائزين زاد السيئات على حسناته ولو بسيئة واحدة يدخل نار جهن ونحن محتاجين وأكبر مصدر من مصادر الحسنات للمسلم قراءة القرآن ولذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن والحسنة عشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمزي وقال حديث حسن صحيح شوفوا البشارة العظيمة دي تقرأ القرآن بكل حرف نطقته عندك عشر حسنات لكن الإمام النو قال أجمع العلماء على أن لا يسمى قارئ القرآن قارئ للقرآن إلا إذا حرك اللسان أي وأجمع العلماء على أن الزاكر لله لا يسمى ذاكر إلا إذا حرك اللسان يبقى نحن لما نقرأ القرآن ما نقرأ زي ما نقرأ جريدة لسا جريدة ما نقرأ تعاين كده ولساننا خشمنا مكفول ولساننا لا بيتحرك ولاش كده قرأنا الجريدة لكن قرأت القرآن ما نقرأ زي قرأت الجريدة أجمع العلماء على أن قارئ القرآن لا يسمى قارئ إلا إذا حرك اللسان يبقى نحرك اللسان وبمع حركة اللسان نفكر في معنى الآيات ونخشع وبالذلك الزول لما يقرأ ويخشع يندفع لعمل الحسنات قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء انت قرب يوم كده امسك المصحب وقرأ لك سورة من القرآن بخشوع وبيتدبر وبيترتيل وبيتجويد ختيت المصحب تحس بسعادة عظيمة جدا تحس انه قلوبك كلها خشعت للقرآن ولانت لأحب العمل الصالح هذا من نور القرآن وانواصل ان شاء الله طيب التأدب لتلاوة القرآن واللي نلاحظنا كثير من الناس في البيوت الواحد يكون دار يتلو القرآن فجأة الباب مثلا دقاه يخد المصحف ويقوم يمشي ما بتتحقق الطمئين الكاميرا في كثير من الأحيان كيف الإنسان يسعى حتى انه ما يتعرض أثناء هو ما بيتلو في القرآن الكريم انه يكون ونشغل بأشياء أخرى كويس يتحيل الوقت اللي هو يكون فيه الهدوء بالليل بعد صلاة الصبح يكون يزور صلاة الصبح في المسجد وهي ماسك وضوه ودخل البيت لغات موما لو لا تسويلوا الشاي يقوم يتلأ أو حتى كمان أخر سواة الشاي جمع ولاداته بنياته قاعدوا في حلقة كده قرولوا سورة جزو نص جزو ما تيسر من القرآن ويدعو ويكونوا حصنوا أبيتهم بتلاوة القرآن واخدوا سواب عظيمة ولاداته نتعلم قراءة القرآن دي أحسن عمل الزول يحملوا مع الصباح أي بعد نصلينا الصبح أو وقت لأنه الزول يبدأ في بداية اليوم الزول يبدأ يفتتح يوم وده بقراءة ما تيسر من القرآن بقدر الإمكان نعم فيه كثير من الناس يعني بيفضلوا يرددوا أو يقرؤوا آيات معينة أو سور معينة ومحددة أي ما عليش يعني هي التحصين زي مثلا في الصباح والمساء رسول عليه الصلاة والسلام ذاته حسان أمرنا بقراءة سورة الإخلاص والمعوزتين في الصباح والمساء وعند النوم قراءة آية الكرسي وقراءة سورة تبارك لإنها تنجي من العذاب القبري وسورة الدخان وصورة ياسين ويلا فضل الصور دي زي الممكن يعني دي يقرهن يوميا للتحصين والثاني داك يقره ما تيسر للسباب وكل خير أقرأ ما تيسر من القرآن